السلام عليكم متابعين العزاء بهذا الفيديو سأقدم لكم المواصفات الكاملة للهاتف Honor 30S وكالعادة إذا أنت مهتم تابع الفيديو للأخير أهلا بكم مرة ثانية بداية بتصميم الهاتف الهاتف يجي بتصميم زجاجي مع عطار من الألمنيوم ويجي بوزن 190 جرام ويجي بسماقة 8.6 مم إضافة إلى أن الهاتف يجي بتدرج لوني رائع ومميز جدا ننتقل للشاشة شاشة الهاتف تجي بحجم 6.5 إنج من نوع IPS LCD وبدقة Full HD Plus وبكثافة بيكسلات 405 بيكسل في الإنج الواحد والشاشة تجي بأبعاد 20 إلى 9 ننتقل إلى نظام التشغيل والمعالج الهاتف يجي بنظام أندرويد 10 وبواجهة الماجيك يو آي الجيل الثالث والهاتف بشكل رسمي راح يجي بدون خدمات جوجل والهاتف يجي بمعالج من نوع الكيرن 820 مصنع بتقنية 7 نانومتر مع معاجر رسوم من نوع المالي G57 MP6 طبعا هذا المعالج هو معالج فئة متوسطة عليا وهاتف الأونر 30 اس راح يكون أول هاتف يجي بهذا المعالج طبعا هذا المعالج معالج محترم جدا ويقدم لك أداء ممتاز وهذا المعالج أفضل من معاجر الكيرن 980 اللي هو نفس المعالج اللي استخدمته هواوي لهواتف الفلاكشتب السنة الماضية ننتقل للرام و سعة التخزين الهاتف يجي برام 8 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت ننتقل للكاميرات كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتعة 0.5 جيجا بايت وكاميرا ثانية أولترو ويد بدقة 8 ميجا بيكسل بفتعة عدد سعف 2.4 وكاميرا ثلثة تيفوت بدقة 8 ميجا بيكسل بفتعة عدد سعف 2.4 وهاي الكاميرا قادرة تنطيك اوبتيكال زوم أو زوم بصري 3 اكس وزوم هاجين لحد العشرين اكس وكاميرا رابعة بدقة 2 ميجا بيكسل مكرو وبفتحة حدسة F2.4 والكاميرا الأمامية اللي الجهاز بدقة 16 ميجابيكسل وبفتحة حدسة F2.0 أما بالنسبة للحماية الهاتف راح يجي ببصمة مدمجة مع زر الباور والهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 ملم وأيضا الهاتف يدعم شبكات الانتصال 5G ننتقل للبطارية الهاتف يجي ببطارية بحجم 4000 ميلي أمبير تدعم شحن سري بقوة 40 واط أما بالنسبة لسعر الهاتف السعر الهاتف ينسخد 8 جيجابايت رام وذاكرة 128 جيجابايت راح يكون 338 دولار واللي تساوي بالدينار العراقي 405,000 دينار والسعر اللي نسخد 8 جيجابايت رام وذاكرة 256 جيجابايت راح يكون 380 دولار واللي تساوي بالدينار العراقي 450,000 دينار نجي أستر السؤال الأهم الهاتف راح يجي بكل هاي المواصفات وبهذا السعر وبرأيي ان السعر الهاتف مناسب نسبيا مقارنة مع المواصفات اللي قدمها هذا الهاتف لكن السؤال هنا هل ممكن بالنسبة إلك أن تتخلى عن خدمات جوجل وتشتري هذا الهاتف لو لا اكتب لي رأيك أسفل الفيديو بالتعليقات وإلى هناك وصلني إلى إنهات الفيديو أتمنى الفيديو نال إعجابكم وإذا أعجبك فلا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى نصل ألف مشترك بقرة بوقت أشوفكم بالفيديو الجاي في أمان الله